قوبلت رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامبل اقتصادية في إطار خطة أوسع لحل صراع الإسرائيلي الفلسطيني بازدراء ورفض في العالم العربي وذلك رغم دعوة البعض في الخليج إلى منحها فرصة وعلى هامش اجتماع وزراء المالية العرب في القاهرة قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أنهم ليسوا بحاجة لاجتماع البحرين من أجل بناء بلدهم هم بحاجة للسلام معتبرا أن تسسل الأحداث من انتعاش اقتصادي ومن ثم يأتي السلام غير حقيقي هو أمر غير واقعي هذا وجهت أحزاب لبرالية ويسارية مصرية انتقادات حادة لما وصفوها بورشة البحرين وقالت في بيان مشترك إن مؤتمر المنامة يرمي إلى تكريس وشرعنة التطبيع مع إسرائيل على حساب الأراضي العربية في غضون ذلك تظاهر الآلف من المغرب في الرباط من أجل إدانة مؤتمر البحرين الذي يرتقب أن تطرح فيه الولايات المتحدة الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الأوسط مؤكدين رفض أي مشاركة مغربية فيه وعلى أي مستوى أما بالنسبة لبيروت قال رئيس مجلس النواب لبناني نبيه بري إن الخطة الأمريكية القضية بضخ استثمارات بالمليارات في بلاده مقابل توطن اللاجئين الفلسطينيين لن تغري لبنان مضيفا أن بلاده ستقاوم هذه المسألة بكل الأساليب المشروعة ومن المرتقب أن تشارك دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة بما في ذلك السعودية والإمارات إلى جانب مسؤولين من مصر والأردن والمغرب ولن يحضر لبنان والعراق ومع إحاطة الخطوط العريضة لخطط كوشنر السياسية بالسرية يقول مسؤولون اطلعوا عليها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين الذي يشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل